ابعادك انتم ولا ولا جريبين لمرادكم دايم دايم سالمين ابعادك انتم ولا ولا جريبين لمرادكم دايم دايم سالمين ما يقول غير الله الله يكوني بعد كل العاشقين خبريني اول شي قداش كنتي مهيئة او كنتي يعني عندك احساس انك انت كنتي موصل تصل الى الختام لانه كل اللي كانوا معي كانت اصوات حلوة انت شو كنت بفكري او مين ممكن كان ينافسك على هذا اللقب كان ممكن ينتزعوا منك من بداية البرنامج لليوم انا ما كنت بفكرة بدلا انو راح اوصل لالفينال اصلا انو في كتير اصوات بتخوف كتير حلوة و هلأ وصلت انا وميرنا على الفينال فكمان ما كنت يعني هيك بتأكدي لانو الاغنية تابعيتي كمان صعبة شوية وهي اميرا متغني غنيتها وهي مرتاحة فانو اتفجأت انو كيف انا انو اول مرة هيك بغني وصعب كتير وبعدان لما اتفجأت كتير ومبسطت بس بادان قلت اكيد لا ما حاطلع في بوز انو زينو امير كتير صوتون حلو واصلا ما حدا خسر بها البرنامج كلا يتنارب حانين و يعني اكيد مبسطت كتير وكان شعور كتير كتير حلوة كل اللي لموني كل اللي لموني كل اللي لموني لموني اخترتي اغنيتان للفنان محمد عبدو اغنيت بعد كنتم وايضا اغنية للفنانة ذكرى اللي هي من اصعب الاغاني الفنانة ذكرى احلى صوت بتعرفي انتي قديش صوت حلو مين دربيك وانتي كنت بتعرفيهم هوا الاغاني قبل ما تكوني بهذا البرنامج ولا هاي اول مرة انتي بتغنيهم هادول الاغاني انا مكت بعرفهم ابدا بس امي سماعتني هون ودربتني عليهم كتير كتير منيح لحت اغنيتهم بهالطريقة وانتي بتغنيتهم احلى وانا تتعبت كتير بها الغنية لانو اول مرة بس معه صعب كتير ووريتني كمان سريع مشانك دربتني عليهم كتير منيح وقازم كمان وقتا كنا بالرهورسلز وهيك تقولي قازم زميلك صار بطل الاستيس قازم وهنا اتنانتهم كمان كنوا يمرنوني على الغنية ومشانك دايتهم هالطريقة وفينا قصة اديها احلى منها امامك الآن اشبعني ظلما وحرما انا حالة فعلا لها يرثى موسيقى موسيقى هاي بتعتبر انه لما تغني بلهجة تانية هاي انه شي صعب شوي لانو مانا لهجتك اللهجة كنت تغني بلهجة خليجية سعودية وايضا لهجة مصرية باحساس اللي بتغنيه ذكرى اللي هو فيه تاتش مغرب عربي اندلوسي وايضا كان صعب عليك هيدا الموضوع ولا كان سهل اول شي وقت اسمات الغنية كانت صعب شوي كانت صعب شوي اللهجة بس وقت اتعلمت اتعودت علي وصرت اعرف قولها بسهولة بس باول كانت كتير صعب كامل الخليجي والمصري مع بعض صعبين كتير بس اتعودت علي انو اضيتهم شكل كتير حلو طيب لو ديقول انا انت هلأ اتعرفت على الموسيقى العربية المزبوطة لو بتصيري بعدين نجمي بالمستقبل راح تضلك تفكري بنفس الطريقة انك تختاري على الحان مهمة والاغاني مهمة تغنيها ولا راح تفوتي بالجو السائد وتختاري اغاني خفيفة واغاني يعني مت ما بيحبوا الناس يعني اللي بترقصوا وفيك بسموها اغاني شبابيين لا انا اكيد بعمل اتنين بس اهم شي بركز على اغاني المهمين اكتر من يلي بيعملوا جاو لانه هن الوحيدين اللي بيدربوا الصوت اكتر من يلي بيعملوا جاو راح تكفي دراسي وحلمك بالحياة تصيري فناني او بتحب تكوني عندك دراسي معيني والفني يكون جانب اخر من حياتك انا بدي اكمل دراستي بالاخر وخلس كل شي واعمل يعني العلم يلي انا بحبوا بعدين بتعلم الموسيقى عروي وقتها بكبر وبصير بروفسيونال بالاغاني جيد لك مرسي كل اللي لموني لهم اتريهم بحبوا كل اللي لموني لهم اتريهم بحبوا انا شفتك بوايونهم سحرك في الها واجنينهم انا شفتك بوايونهم سحرك في الها واجنينهم وانا بعش اكتر منهم اكتر من اللي تمنون كل اللي سمعتوا علي انا بردو بردو انا بردو سمعتوا علي امس مواقع تواصل الاجتماعي كانت مشتعلة وخصوصا بعد ما فازت لينين حتى شفنا في عدد كبير من السياسين اللبنانيين تفاعلوا مع الموضوع حتى كثير في فنين عرب فعلا يمكن انا اشبه الموضوع عندي بالنسبة لي اشبه بكرة القدم كيف لما يكونوا فريقين مرة اقوية بس المدرب يحبكها صح هذا اللي سواء يمكن اللي استخدموا كاظم الساهر خبرته في اختيار الاغاني يعني اغنية ذكرى وبعد كده اغنية محمد عبدو او العكس تماما فاللي حصل بالضبط ان اختياره للاغاني يمكن قلب موازين التصويت 180 درجة وهذا اللي خلى يمكن الكفة تروح اكثر للموهبة الجميلة وطبعا موهبتها جميلة وصوتها اجمل عموما برنامج The Boys Kids انتهى امس بفوز الطفلة البنانية لينا الحايق بلقب الموسم الاول لبرنامج اكتشاف المواهب The Boys Kids المخصص لاطفال من سن 7 عوام الى 14 عام وتفوقت الحايق وهي من فريق كاظم الساهر على منافسيها السوريين امير عموري وزين عبد بحصولها على اكبر قدر من تصويت الجمهور عبر الرسائل النصية للهواتف المحمولة وبجانب اللقب تفوز الحايق بجائزة البرنامج وهي تسجيل اغنية خاصة لها من شركة لاتينم راكوردز ومنحة دراسية بقيمة 250 الف ريال سعود بالموسم الاول من The Boys Kids احلى صوت شاب لين الحايق مع لين حايق كان الختام ميسك فازت الطفلة اللبنانية بلقب The Boys Kids في موسمه الاول رحلة بدأتها مع قاذم الساهر وانهتها مع جمهور احبها ومنحها اعلى نسبة تصويت ودع المسرح ابطاله الصغار حضن دموعهم وضحكاتهم وحبس انفاس الحكام والمشاهدين هم اليوم يغادرونه محملين بفرص جديدة ومستقبل واعد لان الكل هنا فائزون الكل فرحانين يعني عرفنا كيف نمسح دموحهم وعرفنا كيف نرجع لهم الثقة المنجديدة في نفسهم صراحة انا مبسوطة فيهم كتير يعني لما بقعد عم بطلع عليهم كيف عم بغنوا على المسرح بسها هيك بترجع لي ذكريات اول ما انا بلاش اتغني بس بتطلع فيهم بتفاجأ بهالقدرة الصوتية وهالموهب الكبير اللي عندهم ياها تبقى لنا فترة كلنا منفتح تلفزيون نلاقي حروب ودم وقتل خلونا نفتح تلفزيون نشوف طاقة امل نشوف اطفال بتنجح يعني عشان نطلب من اطفالنا المستقبل اللي جاي بقى ناجح محتاجين احنا نشوفهم يعني بينجحوا احاط فويس كيبز المواهب الصاعدة بمتابعة نفسية واجتماعية منتهجا سياسة تحفيز ايجابية التزم بها الاهل والحكام وفريق العمل ليتخطى بذلك كل الانتقادات ويحقق اعلى نسب مشاهدة اللي ظهر من البرنامج بقوة اللي بقى الناس تعبنين بالعالم العربي واجه على the voice kids تيقول للمشاهد من واحد الى مئة اجتمعوا على التلفزيون وشاهدوا محتوى بيفرح قلبكن ولو نزدت منه دمعي تفرح نفض اطفال العالم العربي غبار الحرب والازمات في بلادهم قاوموا بالفن ونقلوا المشاهد الى فسحة امل جديدة رينا دويهي العربية بيروت